أجدقائي العزاء صباح الخير على الجميع صباح الورد صباح الفل صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا من مسية اللال هذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان توزيع قطع الأراضع المواطنيين صح أم خطأ أخواننا العزاء طبعا سيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشيع السوداني المحترام دا يريد أو بدأ أو راح يوزع قطع أراضي للمواطنين وهذا أحد الحلول من أجل القضاء على أزمة السكن يعني توزيع أراضي بناء مجمعات أعطاء إلى شركات يعني طرق هواية طرق كثيرة تأدي كلها بالنتيجة إلى حل أزمة السكن بس إحنا عدنا اقتراح يعني مجرد اقتراح نطرحها على المسؤولين في وزارة الأشغال والأسكان ورئاسة مجلس الوزراء للدكتور أو الأستاذ المهندس محمد الشيع السوداني نقول لأنت إذا ردت توزيع قطع أراضي هاي خطوة جدا منتازة على 100 متر 200 متر 300 متر مو مهم المساحة بس ريد نذكرك بشغلة أولا سبع البور مدينة سبع البور في وسط مغداد يعني تابعة ناحية تابعة القضاء التاجي من الثمانينات من الثلاثة وثمانين من الحرب العراقية الإيرانية القادسية السودة تم توزيعها للضباط الشهداء والمراتب من الف وتسعمية وثلاثة وثمانين الحد الفين وثلاثة لا تبليط ولا مجاري ولا أي خدمات به زين هسا ذاك النظام راح نجي على نظامنا الجديد من الفين وثلاثة الحد الفين وثلاثة وعشرين لا تبليط ولا مجاري مي ضعيفة المي كلش ضعيف والكهرباء ضعيف مستشفى تركوهم ابنية أكثر من خمسين بالمئة أو سبعة وخمسين بالمئة يعني داخل بغداد وماكو خدمات عشرين سنة وثلاثين سنة وماكو خدمات زين انتو إذا ردتوا توزعون قطع أراضي بتلفات الله يعني خارج حدود محافظة بغداد ابهت شول هاي خلنحتيها بصراحة بتشول زين اشوك تتوزعوها اشوك تتطلع السندات سندات اشوك تتطلع الطاب ويعني شوك تتطينا سند الأرض شوك تتطينا زين اشوك تتحاني أأسسها وأبنيها وتطلع الكشف العقاري الأول والثاني والثالث عن ما تكملولي القصة كلها بعد شمس سنة عشر خمسطعش عشرين سنة زين وبعدين اشوك تتبدون بالتبليط اشوك تتبدون بالمجاري بالكهرباء والمي زين تبنينا تبني مساكن افقية وعمودية ونقولها للشركة الدولة تقولها يا با اريدش تبنين بيت قيمتها خمسين مليون دينار عراقي هذا هو خمسين مليون كل الشركات اللي بالعالم راح تجي تبوس اديك تبوس اديك وجه وقفة يعني خمسين مليون هواية حولها الى دولار كل شو هواية وانتو استقطعوا وراح يكون البناء سريع جدا سريع يعني تبنينا خمسين مليون تبنينا نص مليون او مليون شقة نص مليون شقة بالكرخ ونص مليون شقة باللصافة ماكو بسنتين تكمل ثلاثين وتشرط على الشركات ان تكون نسبة من العمالة من ايدي العاملة عراقية حسا خلي نشوف خلي نشوف بسماية بشم سنة انبنت خلي نشوف هاي المجمعات اللي بمجمع مقابل الزوراء وبالسيدية وبالمنصور وبالداودي وغيرها وغيرها هاي المجمعات الشاهقة هاي المجمعات العمارات شب ساعدة انبني بيوم وليلة يعني تمر من هذا الشارع اليوم ورا ثلاثة يام تشوفها صاعد اثنعاش طابق اربعة اثنعاش طابق شوفوا مطار المثنى شوفوا البناء البيش قد سريع هاي نطيج شركات ونقولها خلال هل قد فترة انا اريد العمارات او البيوت او الشقاق تكمل خلال سنتين ثلاثة سنين كلها تكمل وريحتونا وريحتونا فسكم انتم المي متوفر المجاري متوفر الكهرباء متوفر ومرتاح المواطن انت مو تطيني قطعة بتلفات الدنيا ودقول لي روح ابنيها شو كد تطيني السند ما للقاع شو كد تطيني شو كد تقدم للعقاري شو كد تطلع اللجنة وتكشف على القصط الاول والقصط الثاني والثالث يعني لا هذا هذا موت بطيء ما نقول ضحك عالذقون لا انتم ما جاي الضحكون عالناس نيتكم طيبة يعني نحسن الظن بكم نيتكم سليمة او طيبة وتردون تطون قطع عراضي للمواطنين حتى تحلون ازمة السكن بس هذا مو حل مو حل الحل الوحيد هو اعطاء الدولة الى شركات شركات رصينة شركات عالمية رصينة معروفة بانتاجها معروفة بعملها في بناء المساكت ويا مكثرها يا مكثر هاي الشركات الموجودة الان تعالوا بابا ابنولي ابنولي بكل محافظة مليون شقة ماكو ناس معتها مليون بكل محافظة يعني بالديوانية لو بالنجف الاشرف لو بكربلاء المقدسة لو بالسماوة ماكو مليون ات ابني مليون بكل محافظة مليون اقسمها بين المحافظة والاقضة والنواحد يلا ابل شو اجيب العمال تشتغل بحيث رح يصير عندك شقق فارغة وما لها احد رح ننتظر الجيل الجديد يجي يتزوج ويقدم العقد وتقول اتفضل البابا هاي المفاتيح لي قدام هذا الحل الاسلم يعني هذا الحل الاسلم وانما هاك شوف يعني شوفوا انتو شوفوا بعينكم هاي السبع البور السبع البور ب83 توزعت للضباط ولمراتب والحد 2003 وكل شي ماكو ايدك والسماء والطارق كل شي ماكو خيثة وجيفة حشا تسامع ما قدر الفضاء عليها حشا أهلها الطيبين ناس تمروا ناس ماتوا زين اموكو شي اجا النظام الجديد من 2003 الحد هزة كل شي ماكو تبليد ما بيها روحوا شوفوها الشون الناس تدعوا من الله ان ما تمطر لان اذا مطرد تغرق لا مدارس لا اسواق لا مشي الحياة تموت بسبع البور زين وانت تيدون هسا توزعون اراضي ما ادري وين ما وين بتلفات الدنيا لا يا بلا هذا مو صحيح احنا نقترح عليكم شوفوا العمارات يعني موت وانحنا شن اللي يخلينا عدنا امل بالشركات البناء السريح هذا الاستثمار الاستثمار شوفوا شوفوا العمارات شوفوا هذا المجمع مجمع بوابة بغداد ما اعرف ش اسمه يمكن ايه بوابة بغداد هذا المقابل الزوراء شوفوا البناء احنا مالي تكون تبنون مثل هذي اكل وطأ يعني اكل مو تبنون هي تشو منتازة بناء عقلاني لا زينة ولا مو زينة يعني بناء وسط كل شقة تلت غرف وهول تلت غرف وصال ها هي هذا الشي اللي نرجو منكم وهي سنقولكم مع الف سلامة وعاش العراق اشتركوا في القناة